اذا اخواني كما سمعتون هذا ما قال هو الاعلام التونسي بعد اعلان الكاف على اللائحة النهائية دي الحكام لكأس امم افريقا بيان كود ديفوار تونس ممثلة فقط بحكمين لحكم دي الفار وكذلك حكم مساعد حكم دي الساحة غائب لان ظهور حكام اخرين عندهم خبرة اكثر من الحكام التونسي والاشي اللي خلنا نسمعوا الاعلام التونسي كي اعترف بالحقيقة وكيقول باللي عندنا لجنة دي الحكام في تونس مكاتش تشتغلش يعني مسينين ما كينش تكوين كان حكام في الدوري التونسي قالك اللي كيكونوا راسهم ابراصهم والحكم اللي كان ضيف عندهم فى البرنامج لي اكد على ان في القسمة الثانية ما يقع في القسمة الثانية من تونس قالك ما هازي البيع وشرف المباريات قالك بعض الجماهير او بعض الناس كيهودوا قالك الحاكم الميدان وكيهدده كيقوله او ديشوف علين على ضربة جزاء ولا غادي تجيبها غير فراسك وفعلا هذك شي اللي كيقول خروقات كبيرة كبيرة وهنا من يتكلمنا على الفيروس اللي كيكون في الجزائرة كينتقل تونس بعد توقيف نشاط الكرة وديا الفيفا شفنا توقيف رئيس استحاد تونسي لكرة القدم بعد المشاكل مع الوزارة ووزارة الرياضة كذلك اليوم شفنا مهازل في الأقصام ديالهوات في الجزائر اليوم كذلك كنشوف مهازل أخرى في الدوري التونسي خاصة في قسم الثاني وهنا أكد إعلام التونسي على أن الفار خدم في العالم كامل جاء إلا التونس وما قدرش يخدم يعني هناك يوضح بأنه ما عندهم مش حكام يعني في المستوى اللي غاد يقدر الكافي يعني لهم باش يكونوا في كأسهمهم افريقا بالكودفار المغري ممثل بسبعاء ديالحكام وعلى رأسهم جلال الجيد سمير القزاز بشرة الكربوبي في الساحة كذلك رضوان جيد والبنزيري زكريا في غرفة الفار وكذلك أكرد مصطفى أكرداد مصطفى ولحسن أزاغو حكما للشرط بالنسبة لمصر عندهم القائمة احتوما فيها سبعا ديالحكام حكم الساحة أمين عمر محمد معروف محمد عادل حكم مساعد أحمد حسان طه محمود أبو رجال حكم تقنية الفور الفار كين محمود عاشور ومحمود البناء بالنسبة أيضا للجزائر فيها خمسة ديالحكام ممثلة بغربال إذن التونس لأنه عندهم جديال الحكام لماذا ما عنوش الحكام ديالسحة هاتشي كامل قالوا الإعلام التونسي ووضحوا الإعلام التونسي بأنه عندهم خروقات بأنه عندهم مهازف الدورية ديالهم قال لك أود ديرها الفار خدم في العالم إلا لعدنا مخدمش يعني هي كين خروقات كين بيعو شراء في المباريات قال لك ما يقع في القسم الأول قال لك مهازل والقسم الثاني والقسم ديالهوات قال لك وما خوفي يا أعظم إخواني كان هذا هو الفيديو دياليوم نتمنى يكون الإعجاب داكم ما تفكروا شعنا بالأرأة ديالكم خليوا لي تعليقاتكم لايك الفيديو الناس ما مشاكيش معي في قناة تمنى أنكم تشاركوا وتفعلوا جرس باش يوصلكم دياليوم الجديد تحياتي لكم